السلام عليكم كيف انتم لبس عليكم بخير نتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله معكم ايمان من قناة شهيوات مع ايمان صلو علن بكيف ملعدة عن نبدو الفيديو اليوم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين الاقتراح اللي غدي نتقسم معكم اليوم بما ان بزف دي الاخوات كي تلبوني على اطباق تكون صحية صحية بمضاقة رائع جدا سهلة بزف تحضير دياله فكنت مني الفيديو الاقتراح تلوينا الاعجاب ديالكم والاستحسن ديالكم ما زيت نطول عليكم كتر مدوز مباشرة نشوفوا المقادر وطريقة تحضير كيف ملعدة فرجة ممتعة بسم الله على بركة الله غدي نحتاج مكونات ديال العجينة عندي 150 جرام من دقيق القمح الكامل او لا كيف ما كنت سميه احنا ها يطحن زرع ارينا انتجرال هاد منوع كناخدو من مركا دونا طبعا اه استعمل انه هي دقيق ديال القمح الكامل وكذلك استعمل مئة وخمسين جرام ديال دقيق ديال شوفان هاده هو اه تحين ديال الشوفان اللي كان سأسعمل هاده وكن اخدو من مركضونا 150 جرام دقيق القمح الكامل و 150 جرام من دقيق شوفان زيت الملح و ملعقة صغيرة من العسل لكي نبقوا في عجينة صحية ملعقة صغيرة للزبدة تستعمل زبدة حيوانية و 100 ملل حليب تستغنى على الحليب و تكتفيه غير بالماء تستعمل كمياء الحليب و نكمل جمع العجينة بالماء بالنسبة للعجينة تستعمل كمياء الحليب و نضيف العجينة نحن التطبيق القمح الكامل نغطي العجينة جانبا حتى تضع الحجم اخذت رأس كامل التومة حيطت رأس كامل زيت الزيتون نغطي رأس كامل ثم نغطي الورق الفرن نغطي الورق الفرن نغطي الورق الفرن نضغط على التومة نضغطي الورق الفرن نضغطي السبدة نضغط على الجرح اخواتي تطير الورق الفرن تنسبة للسبدة قمحة الكامل 50 غرام زبدة حيوانية ملعقة كبيرة من جبن كريمي غير ملعقة كبيرة اضع بعض المكونات وضع زيت الزيتون سوف نخلط هذه المكونات مزيان مع بعض تيتم سوف نحصل على واحد الكريمة الزبدة أخواتي خرجوها من الثلاجة واحد ساعة قبل بالخصوص زبدة حيوانية تكون قصحة سوف نحصل على القوام سوف ندهم بعض العجينة سوف ننزل العجينة بعد مختمر وضعف الحجم سوف نقوم بسطحة سوف ننزل ونسرحوا ونقوم بصمتح المصطل لتأكيد على شكل المصطل في المصطل سوف نختلف الأشياء السيئة السيئة تصبح تصبح بطحين البيض تصبح تصبح بطحين البيض تصبح تصبح بطحين البيض نتجي الخبز تأكل فطيرة ولا تضيف لها حاجة لأنها تأتي من السماء والذيذة بثاف تدفل فهم كيف أقول لكم كيف أتساعد من دقيقة الفرص فأتي تأتي الخبز عالية بثاف وكيف أتساعد قطنية أكثر هذه الحاجة التي لا تكون صحية فأنت ألد من الحاجة الصحية سوف أخذ ذلك الخلطة التي أحدثت معكم كاملة مشي شوية سوف ندهن فوق العجينة سوف ندهن فوق العجينة سوف ندهن هذه الخلطة كاملة على العجينة سوف نجد سوف ندهن سوف ندهن سوف ندهن ندهن المهم هي العجينة مع الخبز من السماء رائع جدا أما هذا الجبن يعطينا للتعليكة فقط التعليكة مع التصوير يريد أن نزيد الجبن نقطع العجينة بطريقة مربعات صغرين نضع كل مربع أو مستطيل نضع الكمية كاملة نحصل على مستطيل هذا الخبز لا يستخدم معكم وقت تماما بالخصوص من اللي نستعامل دقيق القمح الكامل لا نشوفه أو لأي دقيق وخغي بحديته بصور هكي اختمر لا يستخدم معكم الوقت فقط غير دقيق الاختيمار وصافي حاجة سهلة وستريعات تحتفظ به في الثلاجة كل مرة تأخذوا منه أو تقطعوه لشكل مرسوه كل مرة تخرجوا مرسوه وكيف ما قلت لكم تقدروا تناوله وغير بحال هيدا نصراحة كليتو غير بحال هيدا ما زدت لحت شيء إضافة تبغيتوا تقطعوه شرائح وتضيفوه لأي حجم الفوق دياله فانتو ما لكم الاختيار نشهتم معي الطريقة أخواتي بعد ما عمد المستطيلات فوق بعطيتم بشكل مرسوه من المستطيلات فوق بعطيتم فوق بعطيتم ودعوه فوق بعطيتم ونصرح لكم الصورة وضعتم بحال هيدا سوف نحاول ان اختبروه ويأخذ مرسوه لحجم الحجم ويأخذ المل المول لدي الاخواتي 25 سنتيمتر في الطول على 10 سنتيمتر نحاول لكم مصنعوض بحالها نفرقوا قليلاً وعودوا لحالها يبدوا يفرقوا للزبدة ويضعوا لعجينة صغير طبيب ضعف الحجم للمول ضعف الحجم على وجه الخبز يستحسن دهن بصفر البيض على وجه يجب ان تدعم الجبن على وجه الجبن من النسبة للخبز نشعله بسخن قبل أتوالة 170 درجة سفقه هذا الخبز يجعله بسخن القليل من الأسفل وصفهه تدعم معجني من الداخل سفقه سفقه البيض ثم سفقه البيض يجعله بسخن القليل من الأسفل فهذه الجوب نغيب سخانة العفية التي تكون من تحت يتحمل حتى من فوق سوف نخرجه كيف ما قلت لكم من اللي استعملت دقيق القمح لا يعطيكم شي بحل الفرص الفرص يتطلع كثير من هذا بنفس الطريقة يتطلع كثير من الكيكة ويأتي من فوش أكثر ولكن هذا جديد لا تشبع شي منه نتمنى الفيديو الاقتراح اليومين الاعجاب والاستحسان اذا اعجبكم الفيديو اليوم اخواتي لا تنسوني شي كيف ما العذاب اللي لايكات دي لكم وتعاليق الجميلة وحبكم في الله وإلى الفيديو القادم ان شاء الله تهلا وليفرسكم بساف وبسلامة